في الفيديو ده هنشوف ازاي نشغل الكاميرا جوه كارلا زي ما انت شايف اول سل دي تعتبر هي السل اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت احنا مجرد ان احنا بس بننزل عربية في اللي سبون بوينت اللي هي 75 انا طبعا هنا مستدعي مكتبات اكتر لان ديها احتاجة قدام ولكن السطور دي هي نفس السل بتاع المرة اللي فاتت السل دي يسيبك منها دلوقتي هنشرحها دلوقتي تعال نركز في ده دلوقتي انا عايز انزل كاميرا جوه كارلا زي ما احنا قلنا كل حاجة لها البلو برينت بتاعتها فعشان كده من البلو برينت لايبرري اللي احنا جبناها المرة اللي فاتت من هنا انا عايز اجيب منها الكاميرا الكاميرا اسمها rgb camera.rgb بالشكل ده كده فعشان كده قلتوله blueprint.find ده هيجيبلي الكاميرا بالشكل ده كده يبقى انا كده جبت ال rgb camera طيب هل ممكن اجيب حاجة تانية غير الكاميرا اه يعني اي سنسور انت عايز تجيبه بتجيبه بالشكل ده كده بنفس السطر كده انت عايز تجيب السنسور بتجيبه بنفس السطر ده كده طبعا انت عندك كذا سنسور جوه كارلا لو دخلت على الموقع اللي انا سايفولك هنا كده بالشكل ده تقدر ان انت هتلاقي كذا سنسور مجوب جوه كارلا بالبلو برينت بتاعته يعني زي ما انت شايف هنا كده مثلا ال rgb camera دي اه بالخصائص بتاعته موجودة بالشكل ده كده ده البلو برينت بتاعته سنسور دوت كاميرا دوت ار جي بي اللي هي محطوطة فين محطوطة هنا كده سنسور دوت كاميرا دوت ار جي بي طب انا عايز نزل حاجة تانية غير الكاميرا عايز مسلا نزل الرادار فخلاص هاخد البلو برينت بتاعته اللي هي سنسور دوت ازر دوت رادار وحطها هنا يبقى انا كده نزلت ايه رادار بس كل واحد من دوله الخصائص بتاعته يعني مثلا الرادار خصائصه معينة انما بالنسبة للكاميرا لها خصائص تانية فعشان كده تعالى نتكلم النهاردة عن الكاميرا الكاميرا نزلناها بالشكل ده كده ده الاي دي بتاعها فعشان كده نزلناها طبعا لما هي نزلت بقت بلو برينت بس انا لسه ما ربطهاش بالعربية الكاميرا انا نزلتها كبلو برينت انا لسه اصلا ما نزلتاش في البيئة يعني انا كده استدعيت الكاميرا كبلو برينت لكن لسه ما عملتلهاش سبون وروطها بالعربية طيب يبقى انا كده استدعيت الكاميرا اللي هي بلو برينت دي يعني object من الكاميرا اللي عنده اللي موجودة جواه كارلا عايز اتحكم في الخصائص بتاعتها من ضمن الخصائص بتاع الكاميرا انت لو دخلت هنا على الكاميرا في الموقع اللي انا سايبه لك ده هتلاقي اني فيها شوية خصاص تقدر تتحكم فيهم يعني دي الخصاص بتاع الكاميرا اللي انت تقدر تتحكم فيها من الخصاص الشهيرة اللي احنا بنتحكم فيها اللي هي image size x اللي هو width بتاع الصورة بتاع الكاميرا بتمرره كstring بالشكل ده كده هنخليه 1024 مثلا والheight بتاع الكاميرا هنخليه مثلا ان هو 720 اللي هي image size y وبعد كده field of view اللي هي field of view اللي هي الانجل اللي هتشوف منها الكاميرا هنخليها 90 عادي طبعا انت ممكن تخليها wide angle تخليها مثلا 110 تكبرها زي ما انت عايز ولكن هي default بتاع 90 فاحنا شغالين زي ما هي زي ما انت شايف كده ازاي بنعمل نحط قيمة نقصين قيمة لاتريبيوت معين للبلو برينت اللي احنا نزلناها بنكتب البلو برينت بتاعتنا سواء كانت كاميرا او رادار او ليدر او اي سنسور تاني dot set blue print الخاصية اللي اعايزنا والvalue اللي احنا هندقة لها يبقى ли讚 بالنسبة الكاميرا كاميرا نزلناها بال ID بتاعها بالشكل ده كده عملنا set attribute الخاصية بال value بتاعت الخاصية بال value بتاعت الخاصية بال value بتاعت فاكده انا ضابط الكاميرا طيب و لكن الكاميرا ما زالت ان هي blue print عايز اى عمل فيها عايز اربطها بالعربية لازم زي ما انا جيت هنا لو نزل العربية فوق عملت اي اي انا جبت البلو برينت بتاع العربية حديت مكان العربية تنزل فيه بعد كده عملت سبون اكتر صح هنا بردو نفس الحكاية المفروض انا جبتي بلو برينت بتاع الكاميرا المفروض ان انا أحدد مكان للكاميرا تنزل فيه على العربية فعشان كده بكتب vinUBabilopol او بتحدد من خلالها لوكيشنز للسنسور اللي انت عايز تحطه. فنومي لين هنا كارلا دوت لوكيشن هندي له اكس وهندي له زد. طيب خلي بالك من الاحداثيات الموجودة جوا كارلا شكلها عامل ازاي? الاحداثيات الموجودة جوا كارلا انت لو عندك العربية مسلا جوا كارلا هتلاقي ان اللي بيحصل ان الزد هو الارتفاع اللي هو فوق لتحت ده كده الزد. طيب الاكس مين? الاكس اللي هو المحور اللي بتتحرك في العربية. يعني العربية بتتحرك مسلا لقدام يبقى ازا هي بتتحرك في الاكس كده يعني. يبقى المحور اللي هي بتتحرك في العربية يبقى ده كده هو الاكس. طيب الواي? الواي هو المحور بقى العمودي على الاكس وعلى الزد. اللي هو المحور اللي جاي اه في العربية من الجنب يعني. فزي ما انت شايف هنا كده? انا هنزل الكاميرا فين? هنزلها عند موضع اكس اربعة. يعني ايه? يعني الاكس زي ما قلنا هو المحور الا قامت بصراع الكاميرا's號 بحق Και لا يمكن أن تتحرك عليه العربيه المفروض إنِ السنتر بتاعي هو مركز العربية نفسه هذا هو نصف العربية فأنا عايزِ الكاميرا تبقى موجودة في قدام الإلعابية على يعني ذلك خليت إليكسي بارباعا عشان تقدمということで الكاميرا تبقى في أولها وزد ربعة اشتركك الكاميرا خمس ف liberated قد harvest حتى ترفع لفوق قد ألعب해요 وعشان أنا عايزَ الكاميرا تبقى موجودة في نصف العربية فهنا The directит by default هي بزيرا الروتيشن قاعد رأحكم فيها عن طريقرا كلي اقام كريلا بتروتيشن عن طريقا ناندول طريق الذهابها والبرسة القابلة الرول والبيتش والياو الرول هي زايا الدواران حوالي زايا الدواران مين ومن وملائي المدنى للباح tariff البيتش سايا ضعر hijo سنزر ومن ساعر لاحстрى الجدمل هي زايا الدواران لل vas storm وتنزر الى الزيد زاوية دوران السنسور حوالين الزن. فمثلا هنا انا مخليون كلهم بصفار عشان انا مش عايز السنسور يدور باي زاوية انا عايز الكاميرا تبقى عيدلة موجودة في اول العربية فعلشان كده اديتها الترانسفورم ده. يبقى من خلال تقدر تحدد بتاع السنسور كمان بتاعه. فمثلا كده انا بقى معي الترانسفورم معي اقدر اعمل زبون. فهكتب وورلد. زبون اكتر للار جي بي كاميرا اللي هي بتاعتي الترانسفورم اللي هو المكان اللي انا هحطه فيه. وهعمله لازم دي تكتب اكتب من الفايكل بتاعتي اللي انا كنت عمل لها زبون فوق. ليه? بعمل لها لان لو انت ما عملتش اللي هيحصل ان الكاميرا هتفضل وقفة مكانها. والعربية بتتحرك. هتلاقي العربية مشيت لقدام والكاميرا بقى ايه? ويفة مكانها ما بتتحركش مع العربية مش مسكة في العربية. فعلشان كده اه لازم تخليها بالشكل ده كده. طيب زي ما انت شايف ده مين? ده كده السنسور اللي هي الكاميرا اه بعد ما عملناها. طبعا انا مليش بقى دعوة تاني بالبلو برينت دي ولا بالترانسفورم خلاص انا ليه دعوة بالسنسور ليه الكاميرا دي. السنسور ده ده هو الكاميرا. عايز اقول له هتاخذي صور الكاميرا دي هتاخذي صور واتخزنيها في مكان معين اه على الهارد عندي يعني. فعشان كده عملت هنا مصار اسمه اوجد فولدر عملته اسمه اوجد بمكتبة ال او اس اللي احنا استدعيناها فوق. لو الفولدر اللي اسمه اوجد ده مش موجود فانعايزك تعمله. ماشي. بعدين اه تعالى نستدعي السطر ده. نشغل السطر ده ونلغي السطر ده. السطر ده معناه ايه? بقول له سنسور اللي هي الكاميرا بتاعتي يعني بعد ما عملنا لها سبوم. دوت لسن. يعني اسمع. يعني ايه? يعني هتفضل ان انت تسمع للحاجة اللي جاية من السنسور. كل ما يجي لك صورة من الكاميرا اللي هيحصل ان انت فيه فانشن جاهزة هنا كارلا موفر لها اه كارلا موفراها اسمها سيف تو ديسك. السنسور اللي هي الكاميرا لما بتاخد صورة بترجع لك حاجة اسمها داتا. داتا دي عبارة عن رو داتا. المفروض ان هي ماشي الصورة. ولكن فيها معلومات الصورة. فعشان كده آآ كارلا بتوفر لك حاجة جاهزة تقدر تسيف بيها الصورة دي على ديسك. بتكتب داتا دوت سيف تو ديسك. وتدي له المسار بتاع الصورة اللي انت عايز تحفظه. انا هحفظه في الفولدر اللي اسمه اوبوت. باسم آآ بالاسم اللي هو آآ ستة علامات ديسيمل. طب ما كان ستة علامات ديسيمل ده مين اللي هيتحط? هيتحط آآ آآ رقم الفريم. يعني هنا داتا دوت فريم. انا ببقى عارف رقم الفريم اللي كارلا لقاطته دلوقتي ده بيجيب رقم الفريم. هيتحط في المكان ده مكان في المية آآ ستة دي. فآآ آآ هيتحفظ بالاسم ده. ده كده الصورة كل ما تتاخد. طيب. هل آآ البرنامج وهو شغال او هل الكاميرا وهي شغالة بتفضل واقفة في السطر ده عشان تستمع وخلاص? لا. يعني ايه? يعني انا بشغل السل دي واتلاقي ان هي الكاميرا بتقعد تسمع مع نفسها وتحفظ مع نفسها. يعني شغالة في الخلفية. طول ما انا بشغل اي حاجة تانية عادي. يعني هي بتبقاش واقفة في السطر ده. مش بتعمل بولنج وتفضل شغالة في السطر ده. لا. ده هي اللي بيحصل ان هو ده يعتبر شغال في الخلفية بيسجل مع نفسه. وانا هنا اقدر ينفز اي سطور تانية بعدها. تعال ندرب الكلام ده بحيس ان انا شغل بالشكل ده كده. تعال نشغل هنا ننزل العربية. بعد ما نزلت العربية بالشكل ده كده. آآ طبعا قلت لك دي دي دلوقتي احنا شغالين هنا. آآ الكلام ده طبعا هينزل هينزل لي كاميرا على العربية. يربطها بالعربية. يحفظ الصور اللي هي بتاخدها طول ما هي ماشية. فلو شغلت هنا هتلاقي ان السل انتهت. واللي بيحصل ان انا لو آآ جيت هنا كده على الفولدر اللي هو الخاص باللي احنا شغالين به هنا هتلاقي عمال لك هو فولدر اسمه عمال ياخد صور للكاميرا. زي ما انت شايف كده الكاميرا عمال تاخد صور بالشكل ده كده. طب انا عايز العربية تتحرك. في عندنا خاصية اسمها الاوتو بايلوت. يعني انت كده بتفعل السيلف درايفنج اللي موجود جوا كارلا. بتكتب كده. ده كده هيفعل لك خاصية الاوتو بايلوت. بحيث ان العربية تمشي. السيلف درايفنج هيدفعل. لو شغلت وجيت هنا كده لكارلا هتلاقي فعلا العربية بدأت تتحرك عادي. بالشكل ده كده. وطبعا آآ السطر ده العربية مش بتفضل واقف عليه. لا هو خلاص زي ما انت شايف كده تنفذ وخلاص اقدر نفذ اي سطر تاني معي. يعني هو شغال في الخلفية. طيب زي ما انت شايف وهو عمال يلف الكاميرا برضو عمالة تاخد آآ صور بالشكل ده كده. هتلاقي الكاميرا بتاخد صور بالشكل ده كده. طيب تعال آآ نشوف هنا. لو انا عايز آآ اعمله مسلا بعد عشر ثواني وبعد كده اعمل فانا السنسور اللي انا نزلته هعمله ديستروي. والفايكل هعمل لها ديستروي. لازم اعمل ديستروي للاتنين. فعلشان كده لو شغلت هتلاقي ان هو بعد عشر ثواني هيعمل ديستروي للاتنين. زي ما انت شايف كده حصل true. وخلاص ايه حصل فعلا ديستروي والعربية بقتش موجودة. خلاص. فكده تمام. يبقى انت كده قدرت ان انت تتحكم في الكاميرا ازاي تقدر تاخد صور منها. طيب زي ما انت شايف انا باخد صور واحفظها. ولكن انا عايز اللي يحصل اني مش كل ما اخد صورة احفظها. انا عايز اللي يحصل ان انا كل ما اخد صورة استدعي فونكشن معينة. كل ما اخد صورة انا عايز استدعي فونكشن معينة. تعال نعمل الكلام ده ازاي? الفونكشن تعال نعملها الاول. تعال الاول نمسح الصور اللي خدناها دي. وتعال نشوف الفونكشن هنا. الفونكشن دي عملنا فونكشن اسمها كام فونكشن بتاخد الداة اللي هي جاية من الكاميرا. بعدين المفروض ان هي اه الداة دي فيها خاصية اسمها رو داتا. ده بيجيب لك الداة اللي هي موجودة اه بتاع الكاميرا نفسها او بتاع الصورة. فهتكتب داتا دوترو داتا. هنحول لها عن طريق مكتبة النم باي. بعد كده هعمل هعمل لها بالشكل ده كده. طب عملنا لها بالهايت اللي هي سبعمائة وعشرين في اللي هو الف اربعة وعشرين في اربعة. طب مش معنى مش مش علشان السي في تو مكتبة السي في تو اللي هي الاوبن سي في يعني ما بتيجي تقرى الصورة بتقراها بالشكل ده كده. النم باي اه ري بكون اه الشيب بتاعها الهايت في الويتس. فعشان كده خليناها هايت في الويتس. طب ليه اربعة? اربعة علشان انا عندي هنا اربعة مش تلاتة يعني الكاميرا هنا اللي بتاخد صورة مش ار جي بي بس. لا هي بتاخد صورة ار جي بي اي ريت جريم بلو الفا. الفا هي نسبة الشفافية. فانا مش عايز اه زي ما انت شايف كده انا معايا اربعة ولكن انا عايز اخد تلاتة منهم بس. فعشان كده عملت له ريشيب للاربعة عادي تمام. ولكن قلت له انت هتاخد اول تلاتة منهم بالشكل ده كده عن طريق السطر ده. ده كده هياخد كل الويتس وكل الهايت ولكن اول تلاتة بس هما اللي معي. فزي ما انت شايف ده كده اللي حصلنا عليه في الاخر. انا عايز اعرض الصورة باستخدام مكتبة السيفي تو فهتكتب سيفي تو دوت اي امي شوب تديره اسم الصورة والصورة بتاعتك وهتعمل واحد بالشكل ده كده علشان كل ما الكاميرا طلقت صورة فهو هيستدعي الفونكشن ده فاكنك شغلت فيديو جنب كارلا فيديو للكاميرا وهي شغلة فتعالى نشغل ونشوف الكلام ده هيحصل ازاي تعالى نعمل اول ستارت كرنل وتعالى نشغل كارلا زي ما انت شايف كده كارلا فتحت نقدر ننزل العربية زي ما احنا عايزين بعد كده تعالى نشغل الفونكشن بعد كده تعالى نشغل ده المفروض ان هيفتح لدلوقتي نافذة زي ما انت شايف اللي فتحت ورا دي هفع على الاوتوبايلوت عشان اخليها تشتغل وتعالى نشوف الشكل هيكون عامل ازاي والعربية بتتحرك هتحس ان هنا في فيديو فعلا بيتاخد ولكن هو مش واضح قدامك دلوقتي اه بسبب ان انا مشغل كزا حاجة مع بعض ولكن انت عندك هتلاقي ان النافذة دي بقت فعلا اتحولت لفيديو والعربية بتتحرك اه خلال لا يعني ولكن انا هنا عشانش مشغل البرنامج اللي انا مسجل به مشغل ده مشغل كارلا فالموضوع كبير عندي يعني طبعا اهمية الكاميرا ايه الكاميرا هي اللي انت اه بتاخد ده مسلا لو انت هتضرب موديل اي 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 يتحكم في العربية فبتكون هي بتاعتك يعني الصورة اللي بتاخدها كاميرا بتكون هي بتاعتك طبعا عشان اه ناخد صور من الكاميرا وكده احنا طبعا بناخد ده بالشكل ده هي دي الفونكشن اصلا اللي احنا شغالين بيها يعني ولكن احنا بن اه طبعا احنا مش بنخزننا او حاجة احنا مجرد ان احنا بنعرض ده ولكن هناك بقى لما بنضرب موديل اي اي او حاجة فاحنا المفروض ان احنا بنحطها في مكان تتخزن فيه بنحطها في كيو تتخزن فيها وبحيث ان احنا بنستدعي بعد كده الصورة من الكيو